اشتركوا في القناة 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 وفي لمسة رخمة ايه ده بقى سلمة خلي بالك في لمسة مش عادية ابدا مخيفة جدا ما تحترم نفسك يا رجل انت ايه ده الحقوني كلمة تبتدي ده تهتخو ايه دي يا سلمة اللمسة دي ما كانتش كويسة خالص انا عارف بس انت تصرفتي صح بجد بجد هو في حد تاني ممكن الرجل ده يعمل له كده مش الراجل ده وبس في ناس زيه كمان في كل مكان ممكن نتعرض لنظرة غلط او كلمة غلط او لمسة غلط اي حد في اي سن ممكن جدا يتعرض انه يمر بكده مش بس في سنك يا سلمة اصغر منك واكبر منك كمان بنات وولاد واحنا لازم نفهم الناس قصدى ايه بتصرفاتها معانا ولو حسنا بخطر نعلم بصوت عالي ونهرب من مصدر الخطر سلمة شطرة انها حكت لأهلها أهلنا اقرب ناس لنا يقدروا يساعدونا ويتصرفوا لانهم كبار لازم كلنا نتحرك ونصلح الأخطاء والقانون بيحمي حقوق الكل المهم اننا ما نسقطش وانطالب بحقوقنا عشان الأخطاء تختفي لازم نقول لا لأي حاجة غلط لازم نقول لا للتحرش كلمة تبتدي بدي تتخوفت حقيقي ثم ححد قصد انه يزعجني في طريقي ثم ريه يعني رافض انه يبقى زي شيئي وفي آخر حرف خشيب شر بيسبب لي دي التحرش شر طبعا واللي أسوأ منه إيه اني ما تكلمش وعلم كل غضب يورف دليل شيء مهم مهم جدا اللي لا نغضب عاييه كل ده لازم نقول لا دايما للتحرش لا دايما للتحرش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة